وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بضمان العودة الأمناة لمصريين من السودان وأكد توفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر حكومة وشعبا في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الرغنة التي يمر بها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي وعدد من المسؤولين في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق كامل الوزير وزير النقل صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين سواء من المواطنين المصريين أو الأشقاء السودانيين أو في إطار المساعدة في إجلاء رعاية عدد من مختلف دول العالم أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وكذا توفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر حكومة وشعب في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها بالإضافة إلى الجهود الحثيسة التي تبذلها للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة يعيد الأمن والاستقرار للسودان